وفي نفس المسار وبتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني وصل مستشار الأمن القومي قاسم الأعرج إلى أربيل حيث التقى رئيس حكومة أقليم كردستان مسرور بارزاني وذكر بيان صادر عن حكومة الأقليم أنه جرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات وتطورات بشان الأوضاع العامة في العراق وحنأ الأعرج بنجاح انتخابات برلمان كردستان في دورته السادسة واتفق الجانبان على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين حكومتي الأقليم والاتحادية لمواجهة المخاطر والتصدي لتهديدات الإرهابية بما يحفظ أمن واستقرار كردستان والعراق عموما